موسيقى مشاهدين الكرام أهلا بكم معنا في أخبار الثالثة تأتيكم من مركز الأخبار في قنوات أبو ظبي والبداية بأبرز العنوان موسيقى رئيس الدولة يشارك في قمة قادة مجموعة العشرين التي بدأت أعمال جلساتها الرئيسية اليوم في إندونيسيا موسيقى والأزمة الروسية الأوكرانية تطغى على مناقشات قمة مجموعة العشرين والرئيس الإندونيسي يطالب بضرورة إنهاء الحرب موسيقى أهلا بكم مشاهدين بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زيد النهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة محمود عباس رئيس دولة فلسطين بمناسبة ذكرى استقلال بلاده كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة محمود عباس وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم برقية تهنئة مماثلة إلى دولة الدكتور محمد أشتي رئيس مجلس الوزراء لدولة فلسطين هذا وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زيد النهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى جلالة الملك فليب ملك مملكة بلجيكا بمناسبة ذكرى يوم الملك كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله برقية تهنئة مماثلة إلى جلالة الملك فليب وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم برقية تهنئة مماثلة إلى معالي أليكساندر ديكرو رئيس وزراء مملكة بلجيكا شارك صاحب السمو الشيخ محمد بن زيد النهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم في الجلسة الرئيسية للقمة السابع عشر لرؤساء دول مجموعة العشرين وحكوماتها الجي توينتي التي بدأت اليوم في جزيرة بالي في جمهورية اندونيسيا وتستمر حتى يوم الغد برئاسة فخامة جوكو ويدودو رئيس اندونيسيا وحضور قادة دول المجموعة وعدد من ممثلي المنظمات الدولية واستهل صحب السمو رئيس الدولة كلمته في القمة بتوجيه الشكر إلى رئاسة الاندونيسية لجهودها الكبيرة في قيادة أعمال مجموعة العشرين وتنسيقها متمنيا التوفيق ونجاح لجمهورية الهند الصديقة في رئاسة المجموعة خلال العام المقبلة وقال سموه نحن نؤمن في دولة الإمارات بأن النهج المتوازن هو الأنجح لتحقيق الاستدامة مؤكدا التزام الدولة بدورها المسؤول في أسواق الطاقة وأجندتها الرائدة في قطاع الطاقة النظيفة وأشار سموه إلى أن دولة الإمارات جسدت هذا الالتزام من خلال استثمارات بقيمة خمسين مليار دولار في مجال الطاقة النظيفة في أكثر من أربعين دولة حول العالم وتأسيسها التحالف القرم من أجل المناخ بالشراكة مع جمهورية إندونيسيا الصديقة إضافة إلى إطلاقها مبادرة تسريع تحول الدول النامية نحو الطاقة المستدامة بتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة وشدد سموه على أن دولة الإمارات ستستمر بوصفها مركزا اقتصاديا عالميا ببدل أقصى الجهود لضمان استدامة سلال الغذاء والدواء وتسخير إمكانياتها وموانئها وطيرانها لدعم مبادرات وأهداف الأمن الغذائي وشكر صاحب السموه الشيخ محمد بن زايد أنهيان المشاركين في هذه القمة معبرا عن تطلعه إلى لقائهم في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال العام المقبل ضمن مؤتمر الأطراف في اتفاقيات الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ كوب 28 وكان صاحب السموه الشيخ محمد بن زايد أنهيان قد وصل إلى مقر عقاد قمة مجموعة العشرين صباح اليوم وكان في استقباله لدى وصوله فخامت جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا الصديقة حيث تبادل الجانبان الأحاديث الودية فيما التقطت لسموه والرئيس الإندونيسي الصورة التذكارية وضم الوفد الرسمي المشارك مع صاحب السمو رئيس الدولة في القمة كلا من سمو الشيخ منصور بن زايد أنهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة وسمو الشيخ عبدالله بن زايد أنهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروع وزير الطاقة والبنية التحتية هذا والتقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد أنهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم صاحب السمو الملكي الأمير محمد عبدالعزيز ألسعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة وذلك على هامش اجتماعات القمة السابع عشر لرؤساء دول مجموعة العشرين وحكوماتها في جزيرة بالي في جمهورية اندونيسيا وتبادل الجانبان خلال اللقاء على حديث الودية وبحثها العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين إضافة إلى عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك والموضوعات والملفات المطروحة على أجندة قمة مجموعة العشرين وللوقوف حول آخر مستجدات القمة ينضم إلينا من مدينة بالي الاندونيسيا مفدنا إلى هناك الزميل مكتوم محمد ليطلعنا على أبرز نتائج اليوم الأول إذن مكتوم من قمة مجموعة العشرين جي تونتي التي انطلقت في بالي نعم بالفعل ميرني طلقت اليوم فعليات قمة قادة دول العشرين هنا في نوسا دوا في مدينة بالي والتي استهلها الرئيس الاندونيسي بكلمة دعا فيها جميع الدول المشاركة إلى العمل معا من أجل مواجهة التحديات خاصة التحديات الاقتصادية سواء المناخية أو حتى التحديات الأخرى التي تواجه العالم بسبب التداعيات الجيوسياسية والأزمات المتعاقبة التي يمر بها العالم يعني أندونيسيا من خلال هذا الملتقى العالمي كان لها أهداف واضحة منذ البداية فرحتها على دول المجموعة ميرنا نعم طبعا نتابع أبرز ما سينتج عن قمة مجموعة العشرين في بالي وأيضا التي سوف تستمر ليوم ميرنا يعني الأهداف نعم تفضل مكتوم هل تريد أن تضيف شيء الأهداف الرئيسية التي نعم تفضل نعم بالفعل يعني الأهداف الرئيسية لرئاسة أندونيسيا لهذه القمة تمثلت في إصلاح القطاع الصحي العالمي خاصة بعد المرور بجائحة جائحة كانت مؤثرة على الاقتصاد العالمي وكذلك مبادرة للتحول الرقمي خصوصا في ظل المتغيرات التي حصلت ضمن أزمة كوفيد وكذلك التحول في قطاع الطاقة واعتماد الطاقة النظيفة للتحول وكذلك حماية كوكب الأرض وحماية المناخ ميرنا وبالإضافة أيضا لعناوين سياسية عريضة وخاصة الحرب في أوكرانيا كانت على طاولة النقاش أنا أشكرك على كل هذه المعلومات إذن مفدنا إلى قمة الجي تونتي في بالي بأندونيسيا مكتوم محمد شكرا لك مكتوم وأيضا نبقى في نفس السياق وأيضا تنضم إلينا مفدتنا إلى جزيرة بالي لتغطية الجي تونتي يسرى الصاوي ومعها تفاصيل أيضا اليوم الأول من هذه القمة نعم ميرنا نحن ما زلنا متواجدين في المركز الإعلامي هنا في نوسادو هذا المركز المختص بنقل وقائع قمة مجموعة العشرين لحظة بلحظة إذن في اليوم الأول لأعمال هذه القمة شهدنا أحداث كثيرة من اجتماعات ويضا اجتماعات جانبية للرؤساء إذن سعدني أن تنضم إلي هنا السيدة نجلاء حبريري وهي صحفية في صحيفة الشرق الأوسط أهلا وسهلا بكي أستاذة نجلاء ولو تحدثين بداية عن قراءتك لأحداث وأعمال اليوم الأول من قمة مجموعة العشرين مرحبا بكي بالمشاهدات ومشاهدين الكرام نعتقد أن لم يكن الرئيس الاندونيسي جوكوي دودو ربما فرحا بالنتائج هذه القمة حتى الآن وسوف يكون على الأقل راضيا لماذا أقول ذلك؟ طبعا لأن القمة بدأت بنقطة إيجابية نقطة إيجابية مهمة جدا وهي اللقاء الذي جمع الرئيسين الصيني شي جينبينغ والأمريكي جو بايدن مساء أمس هذه القمة عندما تم إعلانها قبل أيام لم تكن توقعات مرتفعة حيالها حتى أن المسؤولين من الجانبين الأمريكي والصيني خففوا صقفة توقعات هذه القمة وإن لم تكن اختراقات تذكر هو التزام بالتعاون التزام بالعمل سوية للبحث في القضايا الخلافية لسيطرة على هذا نفس الاقتصادي المحموم حتى لا يتحول إلى النزاع المسلح وبالتالي هذا كان بداية ممتازة وجيدة وإيجابية لأعمال هذه القمة اليوم اجتمع عدد كبير من قادة قمة العشرين أكبر غائب صراحة هو غائب ونحاضر كان هو الرئيس الروسي الذي قرر عدم حضور القمة ونابع عنه وزير خارجته لماذا أقول أنه غائب حاضر لأن الحرب في أوكرانيا هيمنت على أعمال أول جلسات قمة العشرين اليوم شكرا لك نجلا حبريري صحفية في صحيفة الشرق الأوسط إذن ميرنا كما استمعنا إلى الأستاذة نجلا أحداث كثيرة شهدناها في اليوم الأول لقمة مجموعة العشرين حتى الآن الأجواء إيجابية ونحن بانتظار ما سيخرج به القادة أيضا غدا وأيضا البيان الختامي هذا كل ما لدي حتى اللحظة ما الآن عود إليكم في الأستوديو شكرا لك يسرى على كل هذه المعلومات نبقى مشاهدين في مستجدات قمة مجموعة العشرين حيث حذر الرئيس الصيني تشي جين بينج مجموعة السبع من تحويل الغذاء والطاقة إلى سلاح فيما يرجح بأنه انتقاد مبطن للحرب في أوكرانيا وقال تشي أنه يجب معارضة تسيس مشاكل الغذاء والطاقة وتحويلها إلى أدوات وأسلحة بينما كرر في الوقت ذاتها التعبير عن معارضته لسياسة العقوبات الغربية بدوره دع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره الصيني إلى جربي روسيا إلى طويلة المفاوضات لإيجاد حل لحرب أوكرانيا وذكرت الرئاسة الفرنسية أن ماكرون دعا تشي إلى إيصال رسائل للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتجنب التصعيد والعودة بالجدية إلى طاولة المفاوضات من جانبه قال رئيس المجلس الأوروبي تشارل ميشيل اليوم أن أوروبا ستتعاون مع الصين لكنها بحاجة إلى إعادة التوازن للعلاقة من أجل تجنب مثل التكنولوجيا المبتكرة قال ميشيل في مؤتمر صحفي أن أوروبا ستتعامل أيضا مع الصين على الرغم من الخلافات بين الجانبين لأن من المهم الاستماع إلى بعضهما بعضا من أجل تطوير تفاهم أفضل لكنه قال أن على أوروبا أن تتجنب ارتكاب نفس الأخطاء السابقة بالاعتماد المفرط على الوقود الأحفوري الروسي تصدرت تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية جدول أعمال قمة مجموعة العشرين الفين واثنين وعشرين في أندونيسيا والتي افتتحها الرئيس الاندونيسي جوكويدودو حيث وصل زعماء دول المجموعة المشاركة في أعمال القمة التي تتناول خمسة ملفات عالمية بارزة التفاصيل نتبعها في هذا التقرير تخيم الأزمة الروسية الأوكرانية على أجواء قمة العشرين المنعقدة في جزيرة بالي بإندونيسيا لما لأحداثها من تأثير كبير على الاقتصاد العالمي بما يعانيه حاليا من هشاشة وارتفاع نسب التضخم وسط مخاوف دولية من تطور الانقسام بين القوى العالمية الكبرى لا يجب أن نقسم العالم إلى أجزاء أو نسمح بوقوعه في حرب باردة أخرى يجب أن لا ندع العالم ينزلق إلى حرب عالمية جديدة ويجب أن لا نفشل في ذلك الرئيس الأوكراني فلودومير زيلنسكي وجد في القمة فرصة سانحة لدعوة الدول الأعضاء لإدانة العمليات العسكرية الروسية في بلاده وانتقد التهديدات الروسية صيغة لإقامة السلام مع روسيا أنا مقتنع بأن الوقت الحالي هو الوقت الذي يجب فيه وقف الحرب الروسية المدمرة ويمكن وقفها إذا عارضت روسيا صيغة السلام الخاصة بنا فسنرى أنها تريد الحرب فقط استخدام الأسلحة النووية والتهديد بها غير مقبول هذا أبرز ما جاء في مسودة بيان قمة مجموعة العشرين بحسب وكالات الأنباء العالمية مسؤول أمريكي رفيع أفاد بأن البيان الختامي للقمة سيتضمن تنديدا شديدا لمعظم الدول الأعضاء بالعملية الروسية في أوكرانيا ودعوة إلى ضرورة تمديد صفقة الحبوب الأوكرانية تلفت المسودة الختامية المطروحة لقمة مجموعة العشرين إلى وجود وجهات نظر أخرى تفيد بأن المجموعة ليست المنصة المخصصة لحل القضايا الأمنية لكن الدول الأعضاء تقر بأن القضايا الأمنية قد تحمل عواقب كبيرة بالنسبة للاقتصاد العالمي وللمزيد من النقاش حول أعمال قمة مجموعة العشرين أنتقل مباشرة إلى باريز ينضم إلى ضيف من هناك الكاتب والمحلل السياسي ميشيل أبو نجم هل انعكست الأجواء الجميلة في بالي على أجواء الحوارات والنقاشات واللقاءات بين زعماء العالم وخاصة فيما يتعلق بالأزمة في أوكرانيا السؤال لطيف للغاية ومهم جدا لأنه يعكس أساس هذا الاجتماع هذه الكمة والمنتظر منها على الصعيد العالمي بداية علينا أن نقول أن هذه الكمة استثنائية لعدة أسباب الأول كما جاء في تقاريركم هو أن الحرب اليوم هي حقيقة موجودة وهي الحرب في أوروبا وطرف فيها دولة نووية دولة كبرى لها الحق النقد في مجلس الدولي ثم هناك الأزمة الاقتصادية العالمية وهي منتبعات هذه الحرب يضاف إلى ذلك العزلة الروسية وهذا جديد بالنسبة لدولة كبرى كروسيا إضافة للملفات المناخية وأن العالم قادم في السنوات المقبلة على أن يكون من ثمانية مليارات نسمة بحيث أن الموارد الطبيعية لن تكون كافية إذن هذا هو الإطار العام بالنسبة للمسائل الملموسة المحسوسة المطروحة وأولها بالطبع الملف الأوكراني علينا أن نقول أنه ليس هناك من إجماع بين دول العشرين الحاضرة في بالي حول هذا الملف من هنا فإن مجموعة السبع والدول الغربية بشكل خاص تريد اجتذاب الدول المترددة أكان الهند أو الصين أو البرازيل أو جنوب أفريكيا وغيرها من هذه الدول إلى تبني على الأقل جزئيا الموقف الغربي من هنا لا أعتقد أنه سيكون هناك بيان ختام إجماعي يدين التدخل الروسي في أوكرانيا لبل أن ربما سيكون بيانا من مجموعة من الدول الحاضرة في بالي في هذين اليومين هذا من جهة هدف لجي تونتي بس تعقبا على ما ذكرته أستاذ ميشيل أنه يعني هو ليس منصة للحديث عن السياسة وهو مؤتمر اقتصادي ولكن دائما السياسة تكون حاضرة في الاقتصاد وخاصة مع أزمات نتحدث عنها وحروب اليوم ملفت حضور الصين خاصة متمثلة برئيسها وأيضا اللقاء مع جو بايدن هل سوف نشهد اختراق في هذه العلاقة أو خرق عفوا في هذه العلاقة بعد هذا اللقاء نعم هذا واضح جدا أن هذا اللقاء هو مهم للغاية ليس فقط بالنسبة للمجموعة العشرين ولكن بداية بالنسبة للعلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والصين الجميع يعرف اليوم أن هناك تنافس أمريكي الصيني على المستوى العالمي لو نظرنا إلى العقيدة الاستراتيجية الأمريكية واشنطن ترى أن الصين هي الوحيدة في العالم التي يمكن أن تهدد الهيمنة الأمريكية المتوافرة لواشنطن منذ نهاية الحرب العالمية الثانية حتى أكثر هناك تنافس على الصعيد السياسي الاقتصادي العسكري العلمي الفضائي من هنا أهمية هذا اللقاء وهو اللقاء الأول بين الرئيسين الأمريكي والصيني كان هناك تواصل عبر الهاتف والسكايب لخمس مرات ولكن هو الاجتماع الأول للحضور هذه ملاحظة عامة فيما خص التفاصيل علينا أن نرى أن الصين بحاجة للولايات المتحدة الأمريكية وأمريكا بحاجة للصين أمريكا بحاجة للصين في عدة ملفات أولها ملف تايوان بحيث أن الولايات المتحدة لا تريد أن تترى أن تايوان هي جزء من الصين أن تعمد إلى عمل عسكري من أجل ضم الصين البحرية إلى الصين القرية بالمقابل أمريكا بحاجة للصين أيضا في ملف كوريا الشمالية نذكر هنا بأن كوريا قامت بمجموعة من التجارب تجارب الصاروخية غير المسبوقة كما أنها تتحضر لتجربة نووية إضافية ستكون السابعة في البرنامج النووي الكوري من هنا فإن الدعم الصيني والضغوط الصينية المطلوبة على كوريا الشمالية هذا أمر ضروري للغاية هذا أمر ضروري كذلك وشطر بحاجة للصين لأنه انتهى وقتنا عذرني على مقاطعتك أستاذ ميشيل ولكن انتهى وقت المداخلة شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة من باريز الكاتب والمحلل السياسي ميشيل أبو ناجم شكرا لك انطلقت اليوم في العاصمة أبو ظبي فعاليات الدورة الأولى من الكونغرس العالمي للإعلام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد النهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة بمشاركة دولية وحضور عالمي كبير من القادة ورواد الفكر والخبراء المتخصصين بقطاع الإعلام من مختلف دول العالم ويشهد مؤتمر الكونغرس العالمي للإعلام الذي يعقد على مدى ثلاثة أيام تحت عنوان صياغة مستقبل قطاع الإعلام مشاركة أكثر من ألف ومئتي من رواد قطاع الإعلام والمتخصصين والمؤثرين العالميين ويتضمن أكثر من ثلاثين جلسة حوارية ومجموعة من ورش العمل التي يشارك فيها أكثر من مئة واثنين وستين متحدثا عالميا بارزا نقف الآن مشاهدين عند آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أكد الرئيس الأوكراني فلودمير زيلنسكي أن روسيا دمرت كل البنى التحتية الحيوية في أجزاء من منطقة خيرسون التي استعادها الجيش الأوكراني الأسبوع الماضي وقال زيلنسكي بعد زيارة خيرسون أن كل المرافق المهمة في المدينة والمنطقة جرى تلغيمها كانت شركة الكهرباء الأوكرانية قد أعلنت في وقت سابق أن روسيا دمرت محطة كهرباء رئيسية في خيرسون قبل انسحاب قواتها من المدينة والضفة اليمنى لنهر دينيبرو الأسبوع الماضي تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يرسل أساس لمدفوعات تعويضات تدفعها روسيا لأوكرانيا وصوتت 94 دولة لصالح القرار في نيويورك لتتحقق بذلك أغلبية الثلثين اللازمة لتمرير هذا القرار ودع القرار إلى محاسبة روسيا على أي انتهاكات للقانون الدولي في أوكرانيا أو ضدها امتنعت 73 دولة عن التصويت وصوتت 14 دولة ضد القرار بما في ذلك الصين وإيران وكوبا ومن بين دول أخرى بالإضافة أيضا إلى روسيا مشاهدين هذه النشرة متواصلة تتابعون فيها بعد قليل الحكومة اليمنية تقر حزمة من الإجراءات التنفيذية لقرار تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر قالوا أن التاريخ ما يكتب إلا لقويات لكن الحقيقة أعمق من شديد لأنه قصص وأسرار عداد وأحداث دراسات وأثار ما زالي خبرنا عن مواقع ووقائع غيرت شكل حاضر ما بين قصور وصخور كتب التاريخ سطور إرث الخميس التاسع ونصف مساء على قناة الإمارات أهلا بكم مشاهدين من جديد قبل مواصلة هذه النشرة هذا تذكير بأبرز عنوينها رئيس الدولة يشارك في قمة قادة مجموعة العشرين التي بدأت أعمال جلساتها الرئيسية اليوم في إندونيسيا والأزمة الروسية الأوكرانية تطغى على مناقشات قمة مجموعة العشرين والرئيس الإندونيسي يطالب بضرورة إنهاء الحرب أهلا بكم من جديد أقرت الحكومة اليمنية الشرعية أمس حزمة من السياسات الإجرائية العاجلة في المسارين القانوني والاقتصادي لتنفيذ قرار تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية جاء ذلك في اجتماع استثنائي عقد في مدينة عدن جنوبي البلاد برئاسة رئيس الحكومة معين عبد الملك وشملت تلك السياسات جملة إجراءات فضلا عن تجهيز قوائم سوداء بالكيانات والشركات المتورطة بتمول الحوثيين ودعم أنشطتهم واتخاذ الإجراءات القانونية لتتبع الشبكات الإرهابية المتعاملة معهم والعاملة خارج اليمن نددت الولايات المتحدة اليوم بالهجمات الإيرانية عبر الحدوط التي استهدفت جماعات كردية إيرانية معارضة تتمركز في العراق وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيت برايس أن واشنطن تدعو إيران التي انتهكت بشكل متكرر والصارخ سيادة العراق إلى وقف هذه الهجمات والامتناع أيضا عن مزيد من التهديدات لوحدة أراضي العراق على حد قوله وفي الشأن الليبي كلف رئيس حكومة الوحدة في ليبيا عبد الحميد دبيبا وزارة الدفاع بالتحقيق لمعرفة ملابسات منع إعقاد جلسة المجلس الأعلى للدولة أمس في طرابلس وأعربت دبيبا عن رفض ما سماه حالة التأجيج التي تقوم بها بعض الأطراف لغرض عرقلة الانتخابات في إشارة على ما يبدو لرئيس مجلس الدولة خالد المشري الذي اتهم دبيبا بالوقوف وراء منع الجلسة من الإعقاد لليوم الثاني على التوالي وقال مكتب المشري أن ميليشيا مسلحة تابعة لدبيبا منعت أعضاء المجلس من الدخول إلى قاعة الاجتماعات في شأن آخر قالت إسرائيل أن الولايات المتحدة بدأت تحقيقا في مقتل الصحفية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عاقلي في الضفة الغربية قبل ستة أشهر مضيفة أنها لم تتعاون ووصف وزير الدفاع الإسرائيلي بني جانس التحقيق الذي تجريه وزارة العدل الأمريكية في مقتل الصحفية بأنه خطأ قائلا أن الجيش الإسرائيلي أجرى تحقيقا مهنيا ومستقلا تم تقديمه إلى مسؤولين أمريكيين واطلاعهم على التفاصيل بحسب تعبيره أما الآن مشاهدينا فنتوقف مع نظرة على إغلاق أسواق المال الإماراتية وأسعار المعادن وسلع والعمولات في آخر جلسات التداؤل اليوم موسيقى موسيقى مشاهدينا ختموا هذه النشرة شكرا على حسن متابعتكم ألقاكم في السادسة إلى اللقاء موسيقى 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 اشتركوا في القناة موسيقى 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 اشتركوا في القناة